اهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الاهل لانه الاهل الحقيقة القيم اللي تأسس عليها كتيرة جدا والناس اللي بتتكلم يعني قيم ويعني مبادي يقروا تاريخ الاهل او يتأملوا شوية عشان يشوفوا عدد القيم اللي في نظومة النادي الاهل التاريخية لا تحصى والمبادئ اللي تأسس عليها مش بس انكار الزاد لا ده انا لا تزال تحضرني صورة بشوفها من اغلى الصور اللي انا شفتها عن النادي الاهل لأسف ريلا ده ملحقش يجهزها لكن فيها حاجة نجيبها لهم بعد كده في عشاء النادي مع الزكرة بتاعة النادي بصوا انا قلتلكم انه جننت النادي الاهلي دي تقريبا مجلس وزراء مصر لانه كلهم يا وزير سابق يا وزير حالي يا رئيس وزراء سابق يا رئيس وزراء حالي هي دي طبيعة المجتمع وقتها وعشان كده لما تقال اللي بانا مصر كان في الاصل اهلاوي ما كانتش على فكرة مبلغة لانه طلعت حرب المؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري من خلال تمصير الشركات ومن خلال بنك مصر هو واحد من اوائل المساهمين في نشهة النادي الاهلي ده من ناحية الاقتصادية فانتم متخيلين انه وجهاء القوم بالكريمة الاجتماعية بتاعته وقتها في يوم النادي الاهلي يعزموا عمال النادي العمال والسائقين بتوعهم والناس اللي شغالة في النادي سواء الامن او العمال على العشاء في النادي الاهلي تلاقي الناس البسطاء دول قاعدين على المائدة مائدة العشاء بالصورة واللي بيخدم عليهم مجلس الادارة وكبار رجال النادي النبل بصوا النبل وبصوا ارجع للفكرة التعاونية ارجع ليه فكرة عمر بيك لطفي وتكوينه مش كلامه الدعاء يا وصازب رهيب انا انا يعني لو الصورة جاهزة وان شاء الله ما تعديش حلقة النهاردة على الاعداد يعرفوا جبوها بلا انه الحقيقة هذه هي الصورة العظيمة اللي بترجم النادي الاهلي العمال الغلابة البسطاء قاعدين على الترابيزة ووراهم اللي بيخدم وبينويلهم الاكل مجلس الادارة معنى الصورة دي يا وصازب رهيب انهم عاديين لقولولهم انتو بتعملوا عمل محترم احنا حاسين به بنشكركم عليه في اليوم ده وبنقولكم احنا نفسنا هنردولكم بنفس الاسلوب اللي انتو بتعملوا معانا بالزبط هذا هو الترفع هو ده الشموخ بصوا بقى الصورة دي تقولنا ايه الاخلاق عشان كده مفيش اهلاوي بيحب الاهلي ويحمل مبادئ النادي الاهلي جواه يتنمر بحد ويقلل من شأنه اي حد ويقصر الاهلي على حد وينسب حد لحد لا النادي الاهلي يا جماعة نادي البسطاء والغلابة قبل النبالاوة الكبار ويا دي عظمته فكرته انه ده نادي الشعب فما فيش ابدا اهلاوي يتنمر على حد ولا يقلل من شأنه اي حد بالعكس انت اهلاوي لانك بتحترم المنافس انت اهلاوي لان انت بتحترم الجميع لانه قيمتك كاهلاوي في المبادئ بتاعتك في اخلاقك في الترفع في الاحترام في التواضع لا في التنمر ولا في التقليل من حد ولا في الاساءة المنافس ولا حتى الفرز الاجتماعي الفرز الاجتماعي دي مسألة اخلاقيا سيئة جدا كل الناس لها التقدير والاحترام كل المهن لها المحبة والتقدير والاحترام النادي الاهلي فكرة شاملة وجامعة لكل دول فدي المسألة المهمة جدا في فكرة تأسيس النادي الآلي وهذا المكون الأخلاقي الحضاري المهم ليه لكن كمان مهندس عدل أشرف من البداية إلى مسألة العمل المؤسسي لأن أنا في رأيي بجانب كل المكون الأخلاقي لنموذج النادي الآلي لا الانضباط الإداري الانضباط الإداري بمعنى إيه النادي الآلي أول ما الناس قعدت القعدة كانت في الجيزة عشان يأسسوا للفكرة مسك ورق أو قلم أنا تقريبا كان بيحضرني اسم كاتب أول محضر لأنه كاتبين في المحضر كتبه فلان الفلاني والكنز اللي قناة الآلة عرضته محاضر مجلس الإدارة اللي قدمه الفنان الكبير صديق سامح السريطي والزملاء في وحدة الوسائقية في القناة محمد مصطفى والزملاء اللي معاه قاموا بجهد كبير جدا في السياق ده يا جماعة ده كنز حقيقي للأجيال اللي جاية لأنه انت تاريخك موسق وموجود محدش بيدعي حاجة كل حاجة حصلت مكتوبة بخط اليد ده جزء برضه على فكرة من الدايمومة بتاعة النادي إنه محدش بيدعي حاجة لأنه كله في الورق موجود وبخط اليد والصوت وصورة ثم يراه الستاذ سامح السريطي عشان ينقلوا بعد كده للأجيال اللي جاية أول ما الناس قعدت كتبت محضر فضلت محاضر مجلس الإدارة هي الحافظة لحركة العمل في النادي عملوا إيه أسسوا لايحة ووضعوا لايحة نظام عشان كده كابتل حسن حمدي وده واحد من عظماء النادي الأهل ربنا يديله الصحة وطلط العمل ملك اللوايح ده ده أكتر حد إنحاز لللايحة ما تكلمهوش في حاجة إلا اللايحة بتقول إيه استنى هات الورق آه هو ده إنك أنت مش بتبتدع حاجة من دماغك ومش كل رئيس أو كل مسؤول أو كل مجلس هيتصرف من نحن مش شكل مزاجي ومش مزاجي ولا عشوائي آه إنت كذا لا اللايحة بتقول إيه يجي في سنة 85 وهو عضو مجلس إدارة مشرف على الكورة عايز ياخد قرار يطلب من المجلس يديله صلاحيات مدير الكورة يا عم أنت عضو مجلس إدارة قال لهم بس اللايحة بتدي الحق لمدير الكورة مش لعضو المجلس فإدوني سلطات مدير الكورة بقرار من المجلس عشان أمد القرار انضباط فظيع بصوا الانضباط الإداري وصل لفين مدير الكورة خلاص هي اللايحة دي سلطاتك فان حتى هكلمك ولي هيفاتش وراك لكن انضباط بالضبط فانت شايفين العمل عشان كده فضلت اللايحة بتاعت النظام الأساسي اللي النادي تعرف باسم دستور النادي اللي هي مفروضة على الجميع الكبير قبل الصغير في النادي يخضع لللايحة مفيش مجلس الإدارة حر التصرف في أي شأن من شؤون النادي إلا بموجة باللايحة أيا كان من هو المجلس هي بقى يا أستاذ بريد ليه كنا مهتمين قوي من تكون معركتنا مع ليحة النظام الأساسي اللي هتعرض على الجمعية العمومية ليه ده حيبقى الدستور اللي حيمش على النادي ماينفعش يبقى فيه عوار أي ماينفعش ولما نقول حوار مجتمعي كان لازم يتم كما فعله مجلس الكابت الخطيب أي إنه جاب كل كام اجتماع تمه كل المتخصصين كل في مجاله كل أطياف النادي وأعضاءه شاركه والمتخصصين يعني في شوق القانونية جاب القانونين في الهندسية جاب الموالسين الإعلامين جاب الإعلاميين جالسة واثنين وثلاثة خضر أيوم في كل حاجة لذلك طلعت ليحة طليق بإسم النادي أن تقود النادي الأهلي هو ده جزء من انضباط النادي وخدوا بالكو البطولات ما بتجيش من فرهاك البطولات بتيجي من خلال عمل إداري منضبط لو ما عندكش كيان إداري منضبط مش هتجيب فرق رياضية منضبطة مش هتوقع عقوبات مؤسسة على لايحة مش هتضبط العلاقة بين الأطراف النادي بين اللعيب والمدرب بين المدرب والجهاز الفني بين الجهاز الفني وإدارة النادي وهكذا هذا العمل الانضباطي كانت فيه مسألة مهمة جدا جدا مؤسسة على دستور النادي جزء تاني قبل ما ننتقل لجزء تاني فضل عسين أنت يعني الكلام المهم جدا أنه أنه توضح أنك إنت فيه إحنا عملين نتكلم في إيه كل اللي بنقوله ده عشان نوصل لمعنى محدد الناس تقتنع بيه أن الكثير جدا من التفاصيل من أجل أن تقودك للحظة أي إيه اللحظة؟ لحظة تتويج إيه لحظة قرار مهم إيه اتخاذ قرار لحظة من أجل هذه اللحظة كل التفاصيل اللي عمالين نتكلم فيها دي كيف يتخذ القرار كيف ينتخذ القرار من شخص إلى شخص أو من جيل إلى جيل ها كل اللوايح والحرص على أن يبقى كل شيء مترجم فيه نصوص ما تبقاش بالشكل العشوائي الجمهور ما بيشوفش التفاصيل دي الجمهور بيشوف نتيجة التمثل بهذه التفاصيل أو التفاصيل التي تؤدي إلى هذا النظام والتمثل بالنظام الذي يؤدي إلى ما تقول إليه الأمور ولذلك بتيجي قناعتنا عما نيجي نتكلم و نقيم ربما بيبقى لينا أنا وإنت برا للستوديو وجهة نظر ومزعلنين من حاجة ونرجع تاني أقولك لو رجعنا للتفاصيل داخل الفريق يمكن كنا عملنا نفس القرارات اللي بيخدها المسؤول فلما نتحرى ونعرف تفاصيل مش ضرورة تذكر الناس كلها تبتدي تستوعب ليه تعمل كده لكن هذه التفاصيل لا ينبغي أن تكون متاحة كده أنك تعيش طول حياتك تبرل وتفسر أقصى حاجة على الإنسان اللي عايز يشتغل صح أو يشعر أنه هو بيشتغل بضمير أنه يضطر يضافع عن عمل مقتنع أنه هو كان يعني ينطوي على على ما يعتقد أنه خير على ما يعتقد أنه صواب فتبتدي تمسكك بالصح تضطر أنك تدافع عن نفسك فيه ده شيء قاسي جدا أستاذ إبراهيل التفاصيل دي يا جماعة ما تطلبوش باستمرار أنكم تعرفوها لأنه مش هيعرف غير العيشة أي وكل واحد في مجاله وإحنا بنقول هو ليه الناس ليه النادي اللي قال لي عمل مؤسسي لأنه بيدي كان الكابتن صالح ودي لما استاهم ما جيت أنا مدير نادي يعني أنا عشتها كيف يتخذ القرار وأنا عدو مجلس إدارة لكن ما عشتاش كيف ينفذ القرار أن ييجي يقولك أنت أجلسك التنفيذي ما فيش عدو مجلس إدارة من حقه يغير قرارك إحنا حنحزبك أنت ننفذت صحة ولا غلط لكن ما غيرش اللي أنت بتعمله عشان ما تضعفش متخذ أو منافذ القرار يبقى قدام دولاب العمل هو واحد المجلس يتعامل مع واحد والواحد ده يتعامل مع كل رئيس واحد يعني مجلس عنده مدير النادي طب مدير النادي ما يروحش يكلم عامل أبدا يكمل يكلم الراجل المسؤول عن الأول المساعد بتاعه المساعد يتكلم الراجل المسؤول عن النظافة وبتاع النظافة يتكلم أخيرا العامل الذي أخطأ ويرجع يقول لهم بسرعة هو الخطأ ده تم ليه ما هي جوز الراجل ده واخد تعليمات مش زنبه طب ممكن أسألك سؤال فضل لو حبينا نتكلم في جزئية مدير النادي لأنه ده رقم مهم في معادلة النادي الآلي وانضبطها الإدارية انت جيت بعد مين أنا جيت بعد أعطاق قولك أنا اللواء مصطفى مونيب كان راجل محترم أول اللواء مصطفى مونيب أعطف رزق قبلهم مش كده ده بعدي بعديك بعديك وقابل الكابت المحرم لا أنت بعديك